فيطار طبعت التجربية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالجزائر لفائدة المحامين الشباب المتربسين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين نظمت اليوم بمجلس قضاء وهرانة ورشاة تطبيقية لفائدة المحامين المتربسين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية بغرض تمكين المحامين الشباب المتربسين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية وتحسيسهم بالدور الجوهرية الذي يؤديه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية